في عمان أيضا أعلنت وكالة الأنباء الرسمية مقتلى خمسة أشخاص ورجل شرطة وإصابة 28 من جنسيات مختلفة خلال حادث إطلاق النار في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير في مصقط كما أعلنت الوكالة مقتلى الجنات الثلاثة واستمرار التحقيقة في ملابسات الحادث معنا من مصقط صحفي والباحث الشؤون الدولية سالم الجهوري يوساد سالم مرحبا بك معنا إذن على ما يبدو أن هناك ارتفاع للحصيلة حصيلة تحايا هذا الهجوم إلى 6 حسب الشرطة العمانية في آخر تحديث بداية يعني ما هي أبرز أو آخر التفاصيل والمعلومات المتوفرة بشأن هذا الهجوم عندما نتحدث عن هجوم أو اختراق أمني في سلطنة عمان هذا أمر ربما مفاجئ ونادر الحدوث شكرا جزيلا لكم أهلا بك في نظري أنه حادث عرضي يحدث في أي دولة في العالم وهذا ليس يعني بالحادث الأول الذي يقع سواء كان في المنطقة وإن كان في عمان يعتبر الحادث الأول هي حادثة كانت بدأت ليلة الماضية عندما كان مجموعة من المصلين الذين كانوا في مسجد الإمام علي في منطقة الوادي الكبير وهي أحد أحياء محافظة مصقط وهذه المنطقة معروفة بحركتها الصناعية والتجارية وأيضا جزء منها كبير فيه عديد الأحياء وهي منطقة أيضا تحيط بها القبال من الشمال والقنوب وبها مخرجين من الشرق والغرب على كل هذه المنطقة تعرض المصلون والذين كانوا يحيون ليلة عاشوراء في مسجد الإمام علي بنبي طالب إلى إطلاق نار من أحد البنايات المجاورة في البداية كان البعض يعتقد أنه شخص واحد هو الذي يقوم بإطلاق النار لكن عندما استمر هذا الإطلاق حتى ساعات الفجر الأولى نظرا لعدم التمكن من تحديد الكثير من القوانب الأمنية وعندما اقتربت حتى دوريات الشرطة أو رجال الشرطة من مكان إطلاق النار أصيبت بعض السيارات الشرطة وأصيب أيضا بعض الأفراد وهناك إصابات في عدد منهم وكذلك لقي أحد أفراد الشرطة يعني مصيره واستشهد خلال أداة هذا الواقب تم الاستعانة بالقوة الخاصة وهي قوة مدربة ذات تدريب عالي وتم تطويق المكان وأيضا السيطرة على المبنى وأيضا على من فيه من المنفذين ولقي ثلاثة منهم مصرعهم خلال المواجهات في الساعات الصباح الأولى أعتقد عند الساعة تقريبا العاشرة بين العاشرة والحادية عشر صباحا الحقيقة أن الحصيلة من الإصابات مرتفعة وصلت إلى ثمانية وعشرين منهم ما يقارب من أربع إلى خمسة أشخاص من أفراد الشرطة وهناك خمسة من المصلين الذين أطلق النار عليهم مباشرة أيضا لقوا حتفهم وأيضا استشهد أحد رجال الشرطة الذي كان يساعد في عملية احتواء هذا الموقف لكن الحقيقة لم يتم الإعلان عن هوية منفذي الحادث أو مدبري هل لهم من داخل سلطنة عمان أو من خارج سلطنة عمان هذا لا زال ما ينتظره حقيقة أستسلم لكن هل تم تحديد توافع وراء هذا الهجوم يعني الحقيقة غير معروفة حتى الآن حتى أن البيان لم يحدد إذا كان هناك بعض من أفراد هذه الخلية أو هذه المجموعة قد تم القبض عليها أو هم قد ألقوا حتفهم في المواجهات كلهم وبالتالي لن تكون المعلومات كافية حول موضوع الدوافع لهم خلية نائمة كانت موجودة وتخطط لهذا الحادث بشكل مسبق لهذه الليلة بالذات وهي ليلة عاشوراء أم أن الموضوع عرضي والموضوع أخذ اتفاقا فيما بينهم في محاولة تنفيذ هذه العملية قبلها مثلا بساعات لا أحد يعرف الآن الانتظار حول موضوع ما هي هوية المنفذين لهذا الحادث وفي حال أنها اتضحت ستتضح أيضا عدد من النقاط الأساسية لأن بعض التحليلات تميل بأن قد يكون من نفس الجنسية الذين كانوا يؤدون شعائر عاشوراء داخل المسجد وقد يكون من نفس هذه الجنسية والغالبية هي من الجنسية الباكستانية التي كانت في ساحة المسجد الذي تعرض لهذا الإطلاق هل هناك تصنيف واضح لهذا الهجوم من قبل الشرطة؟ عدرا هل هناك ماذا؟ تصنيف الهجوم التعامل معه على أساس؟ لا لم يحدد حتى الآن الحديث حول أنه حادث جنائي عرضي حتى هذه اللحظة وأنا أعتقد أنهم يريدون فقط أن يكون هناك مزيد من الوقت حتى يتأكدوا حول إذا كان هذا الهجوم هجوما إرهابيا مخطط له يعني قامت هذه الخلية بتنفيذه بأوامر معينة بتعاون مع جهات معينة خارجية وداخلية كل هذا سيتضح من خلال التحقيقات التي ستقودنا إلى نتائج ونعتقد أن السلطات العمانية شفافة إلى أبعد حد فيها الإعلان عن كل التفاصيل بالتأكيد شكرا جزيلا لك إذن الصحفي والباحث في الشؤون دولية سالم الجهوري كنت معنا من المسقط شكرا شكرا